معرض ظهور الربيع على مقام في حديقة القرمان القاهرة هو من اهم المعرض اللي بتكون موجودة سنويا وبنكون مش بس مجرد احنا منروح نجيب زرع ونجيب ود ونمشي هيا بتبقى بجد فصحة وخروجة حلوة جدا وبنبقى فيه فعلا مجموعة من اجمل نباتات الزينة واقدر نباتات بشكل عام وغير كده كمان بنشوف حاجة شوية حلوة بدل التلوث البصري اللي احنا عايشين فيه طول النهار فاننصحكم انتوا تروحوا تزوروا طيب من معرض ظهور الربيع هنروح على طول على السياسة لكن من الشأن المحلي هنروح الى الشأن العربي كودينا صحيحة منهم كده في يوم لقينا كل المحطات جايبة القمة العربية في بغداد القمة العربية الثلاثة وعشرين لها كذا اهمية لسما طبعا مكان اقامتها وهو في العراق بعد سنين وسنين غير كمان المواضيع اللي اتكلمتها والكلمت فيها ولكن هل هتفضل مجرد تصريح وبيانات وتمنيات ولا هيكون لها بقى فعلا واقع ملموس والحكومات هتاخد فعلا موقف بشأن بلادها هنعرف اكتر عن القمة العربية اللي فاتت التاتة وعشرين اللي كانت تقومة في بغداد واهميتها من خلال دفتنا النهاردة هو الاستاذ محمد الشرايدي الكاتب اخبار اليوم صباح خير اهلا بك صباح خير استاذ محمد اكيد قبل ما نبتدي نتكلم في التفاصيل عايزة اعرف من حضرتك اهم ما تم مناقشته خلال القمة العربية في بغداد يعني ما جاء في الاعلان نفسه والله قمة بغداد تناقش فيها تسع بنود او تسع قرارات اساسية كان اهمها الموقف في سوريا واعادة هيكلة جامعة الدول العربية من خلال تقرير الامية العام دكتور نبيل العربي الموقف في فلسطين الموقف في لبنان الموقف في اليمن بعض القضايا الاقتصادية القانون التأسيسي للبرلمان العربي يعني هما في الغالب بيكون بنود القمة العربية مش اقل من خمسة واربعين بند اختزلت او اختصرت الى تسع بنود او تسع قرارات وده في حد ذاته يعني محاولة من اللي بيديروا العمل العربي والقمم العربية ان هما يبسطوا المسألة بحيث توصل للشعب العربي في شكل مفهوش شعارات او كلام كتير او راغي كتير واختصارا ليه كتير من الوقت وله ظروف العراق اللي ممكن نتكلم في تفاصيل ترتيبات القمة عنها يا ريت هل تكلمنا فعلا عنها لان هوا انا ابدأ بنقطة انتوا بدأتوها بشكل جميل وهو معرض الربيع انا لفت نظري قبل ما انزل لقمة بغداد من الطيارة انه الارض الخضراء منتشرة بشكل منظم وبشكل بديع يوحي بانه داخل على خير فارض مخططة وكل ارض فيها بيت فقدتني ايحاء بان فيه خصب ونماء ده بيرجعني لمعنى اسم العراق في اللغة السومرية القديمة وهي الارض السوداء او الارض الخصبة ده بمناسبة الربيع اللي انتوا بدأتو به وده شيء جميل يعني انما للقمة اهميتها للعراق وللجمع العربية وللواقع العربي للعراق انها بعد اخر قمة كانت سنة التسعين في العراق وما يترتب في الغالب على قمة من العراق احداث تكون احداث قوية العراق استضاف قمتين قمة تسعين وقمة قبل تسعين في قمة منهم ترتب عليها حرب الخليج وهي الحرب مع ايران والقمة التانية ترتب عليها غزو الكويت يعني حدثين صعبين جدا بعد قمة في بغداد القمة الحالية جاية في توقيت العراق اصيب بعزلة شديدة عربيا ودوليا بعد غزو الكويت وما حدث ثم غزو الامريكي والاحتلال الامريكي للعراق والتحولات السياسية التي تمت في العراق على يد الامريكان وعلى يد السياسيين العراقيين خدت وقت وخدت جهد العراقيين كان هدفهم من عقد القمة دي انها تنعقد يعني مش انها تحقق اقصى ما يتمنى الشارع العربي بس انها تنعقد في ظل الصروف السياسية وظروف الامنية وكان كلام كتير على القصة دي تنعقد في ظل انها للسنة التانية على التوالي لم تنعقد يعني كانت العام الماضي مع بيات رياح التغيير العربي مع صورات الربيع العربي اجلت وكانت معرضة انها تؤجل هذه المرة انما العراقيين كان عندهم اسرار واسرار شديد انها تنعقد لأسباب مهمة بالنسبة لهم سياسيا ان هم اصيبوا بالعزلة اللي انا اشرت لها وبالتالي عايزين يكسروا العزلة دي باي شكل ان كان الجامعة العربية كانت حريصة برضو على عقد القمة العربية في هذا التوقيت لسبب انه ميساق الجامعة العربية في قمة عمان سنة 2000 اقر انه القمة تكون دورية كل عام في مارس كل عام وتأجيلها في السنة اللي فاتت والغاها وتأجيلها هذا العام كان بيعرض الدورية دي انها تبقى تنعقدش وبالتالي كان في حرص من الطرفين الجامعة العربية الدول العربية بشكل عام كان لها مواقف كل دولة لها تباينات في مواقفها وده انعكس على شكل التمثيل يعني في دول جات برؤسائها وقادتها في دول كان اقصى تمثيل لها سافرها او منذوبها في الجامعة العربية وده كانت مواقف سياسية لها اعتبرتها وليها مين الدولة اللي كانت ممثلة بصفرة ومين الدولة اللي كانت عوما اهم الدولة يعني مصر كان وزير خارجية السعودية كان سفير ودولتين بهذا الوزن وبهذه القيمة ان يحضر وزير خارجية فقط ويحضر سفير مصر ربما للظرف السياسي والاحداث الممكن يكون هناك تبريرات ومبررات انما دولة بقوة السعودية ومكانتها ان يحضر ما احترمنا لئمة السفير ومكانته انما هذا مستوى التمثيل ادنى تمثيل في مستوى دبلوماسي طب بعد ايس نحرك الدلالة من عدم موجود ليهم رؤية ليهم مواقف ليهم خلافات على ما سيصدر او ما ترتب او ما كانش عندهم رغبة في انه يكون شركة الفاعلة يعني اه يعني فبالتالي انعكس ده على مستوى تمثيلهم العراقين شايفين في مسألة التمثيل انه عادي فليكن الكل شارك انما اختلف مستوى التمثيل لا يؤثر انما زي ما قلت في البداية العراقيين كان حرصهم اشد على النقاد اهم من ان يصدر قرارات قد تغير في مجرى السياسة العربية او في الشارع العربي وهو ده بقى السؤال هل فعلا القرارات دي قد تغير في مجرى السياسة العربية والشارع العربي من اهم الملفات اللي نقشيتها القومة العربية هو الملف السوري وكانت من اهم القرارات اللي كانت او التصريح اللي تقالت في هذا المؤتمر هي فكرة ان مشاركة المعارضة في تسليم السلطة وفي الانتقال السلطة وان يكون فيه فعلا حياة حقيقية ديمقراطية في سوريا وطبعا ده على ارض الواقع واضح جدا انه هو حاليا لا ينفس مع تلك عدد القتلك كل يوم هل ده فعلا دي جدوى اللي هو ايه اللي هو جدوى ايه تصري يعني هذا البيانة شوف 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 فيه طلع قرار من القمة بيوصف الوضع في سوريا وبيدعو الى نبذ العنف وحل المسائل والوصول الى الاصلاح كلام بلغة العرقيين ولغة الشوام حكي يعني وصلنا للحكي المتكرر من القمة العربية السابق ده بيرجعنا ان الهدف الاساسي للقمة قلنا انه ينعقد انما العراق له حساباته وحساسيته في علاقته مع سوريا الحدود الطويلة الممتدة علاقة تاريخ وجغرافيا مهمة جدا ما بين بغداد وما بين الشام او دمجل القرار اللي طلع لا يختلف كثيرا عن ما قيلة في كل اجتماعات وزراء الخارجية انما احنا وصلنا لحالة دلوقتي انه الحالة السورية الان في يد المجتمع الدولي وحسب تعبيرات الوزير خارجية العراق هوشيار زيباري انه المسألة تحولت من الموقف العربي الى الموقف الدولي بمعنى ان احنا كعرب تملصنا من الموقف ورمينا الكورة في الملعب الدولي وجبنا مندوب علامي دولي وهو مستر كوفي عنان الامين العام السابق للعام المتحدة ليكون مندوب مجلس الامن والجامعة العربية لدى سوريا مبعوث من الجامعة العربية ومجلس الامن لسوريا عشان يتفاوض للحل انما من خلال الاراية للتعبيرات العرائيين والديبلوماسية الموجودة ان العرائيين شايفين انه الموقف لا يستدعي رحيل الاسد انما يستدعي الاصلاح والحوار هل تتقنصية ولا منطقية لا ده ده الرؤية العرائية انا بكلم عن رؤية دبلوماسية العرائية انا الرؤية دي منطقية في ظل الواقع اللي احنا شايفينه في سوريا لا انا احللك واقولك رأيي انا الخاص في الظل المنطقية وعدم المنطقية العراقيين علشان ما يصطدموش بالواقع السوري بيتفقوا مع المبادرة كوفي عنان بشكل مرحلي أنه ما فيش ضرورة ملحة لرحيل الأسد في هذا التوقيت. وده هم بشكل دبلوماسي شايفين أن المجتمع الدولي دي مهمته. يعني العرب احنا عجزنا على التدخل المباشر والحل المباشر. وفاشلت بأسة الجامعة العربية اللي راحت بغداد. وشوفنا كلنا إزاي رجعت في الآخر. وروحنا ندور على مجلس الأمن هروبا من واقعنا. ما قدرناش نعمل حاجة. الحالة دي تصح أو لا تصح؟ أنا رأيي الخاص. السورات تسير في مصرها إلى نهاية المطاف وإرادة الشعوب تتحقق. فإذا أراد الشعب السوري أن يدفع مزيد من الدم ومزيد من الرفض للواقع. أعتقد أنه هيوصل للنتيجة. إنما كان في الواقع العربي ما تروح نموذجين. النموذج الليبي والنموذج اليمني. والنموذج اليمني كان فيه الغطى الخاليجي. النموذج الليبي كان فيه الغطى الليبي. بمعنى أن الغطى الليبي فلوس ليبيا الموجودة في أرصدة العالم الغربي وأمريكا. هي التي سهمت حلف الناتو جاء بقواته العسكرية مع أمريكا. وكانت نهاية القذفة. يعني الليبيين بفلوسهم. السوريين لا. الموقف يختلف. ما فيش فلوس للسوريين عند الغرب. الاقتصاد السوري اقتصاد مقفول ومستقر واقتصاد قوي. إذا اعتمد على علاقات مع روسيا أو مع الصين أو مع الواقع العربي. فده له حساباته ولو ترتباته. وبالتالي لا يستطيع الغرب أن يحارب بفلوس سوريا. أو يشيل الأسد بمعنى صح في النهاية بفلوس سوريا. ولا يقدر الخليج أنه يطبق النموذج. الخليجي. اللي هو معروض في المبادرة العربية اللي أخذوها في الأمم المتحدة. وحاولوا يترجموها. نبدأوا دلوقتي يغيروا فيها ويقولوا رحيل الأسد مش مهم. المهم هو وصول الإصلاح. نوصل بقى للنقطة دي بزداد. أما يكون في بعض الدول مقتصاند رحيل الأسد. والبعض الآخر ضد تماماً فكرة أن هذا الوقت المناسب. إيه الفايصل هنا؟ الفايصل النهاردة تلاقيه في تفاصيل أو عنوين الأخبار المتسربة النهاردة. العراق بدأ يمارس دوره كقيادة للعمل العربي أو لمنظومة العمل العربي خلال السنة دي. يعني هو من مارس إلى مارس سيقود العمل العربي وهو القمة فيه. بدأ يعترض النهاردة على ما ينادي بالسعوديون اليوم وآخرين بضرورة تسليح المعارضة السورية. العراق رفض المنطق ده وشايفة أنه مش دور العرب أنه هم يصلحوا المعارضة السورية علشان تقوم بتغيير الأسد. هنا بدأنا خلاف عربي. أول خلاف عربي تظهر ملامحه النهاردة ومبارح بالليل بعد القمة العربية خلصة يوم الخميس. تمام. دي أول قمة عربية زي ما حالتك أشارت في المقدمة أن دي أول قمة عربية تقام بعد ثورات الربيع العربي. بزبوط. ما هو كان رأيي القمة العربية أو من النقشات اللي دارت داخل القمة سواء بشكل رسمي أو سواء حتى داخل الأروقة زي ما بيقولوا عن ثورات الربيع العربي. أنا أقدر أقول لك من خلال المعلن من كلام العرقيين وأنا متحفز على رأيهم ده. هم شايفين أنه هم العرقيين بالحصل عندهم خلال العشر سنين اللي فاتت كانوا مقدمة للربيع العربي. وأنا متحفز على الكلام ده لأنه حصل في العرق بداية لتقسيم العرق نفسي وجغرافي وسياسي من خلال الدور الأمريكاني والوصول إلى إعدام صدام. فإذا كانوا هم شايفين أنه هم مقدمة للربيع العربي فأعتقد تقييم فيه نوع من التجني على الربيع العربي. الربيع العربي صار وقامت الشعوب رفضا للظلم وللعدالة. إذا كان الأمريكان هم اللي قاموا بالدور ده لحساب العرقيين ضد صدام فده يحسب لأمريكا ومش يحسب للعرقيين. العرقيين وجدوا نفسهم في ظرف أن هم بيواجهوا واقع سياسي جديد دخلت عليهم متغيرات إقليمية ودولية. دخلت عليهم إيران ودخلت تركيا ودخلت كل مخابرات العالم. كان لازم يتفعلوا. فتفعلوا ووصلوا إلى الصورة اللي هم شايفينها شكل من أشكال الديمقراطية الحالية. وهذه رؤية عراقية نحترمها ونقدرها ولولينا رأي فيها. إنما العرق دخل في مرحلة التحول ما بعد صدام وبدأ يبني حياته. الآن الصراع في العرق ما بين الشيعة والسنة وأزمة نائب الرئيس العرائي الموجود حاليا ما بين القوى العرقية واضحة وظاهرة. إنما العالم العربي النهاردة بصورات الربيع بمعنى أنه حدث ما يحدث في البحرين. إنعكس بشكل أو بآخر على القمة العربية وكاد أن يحدث أزمة. طلع التسريبة قالت أن وفد البحرين انسحب لأنه المعارضة البحرينية طلبة أنه البند البحرين يطرح على جدول الأعمال. وكان في أزمة هل ينسحب وفد البحرين ولا يدخل كلام المعارضة ويثبت كجدول الأعمال. وصلوا لصيغة دبلوماسية بمعنى أنه رح إلى الكلام إلى إشعار آخر. زي فيه حاجات كتير جدا مرحلة داخل بنود. زي إيه؟ زي أهم حاجة رحلت ورحلت إلى بداية الدورة الوزرية الجديدة. اللي هي رقم 139 اللي في سبتمبر. وزراء الخارجية العرب. يعني الترحيل نزل من قمة الوزراء الخارجية. هيكلت الجامعة العربية. إعادة هيكلت الجامعة العربية. ودي قصة بدأت. ليش أول مرة يفتح الملفة. الملف ده فتح من قمة تونس في 2007. والقمة تونس لما رحنا تونس وحضرنا القمة الأولى ورح طالع الرئيس بن علي يمها ورح لغي القمة وأجلها لحين نضج القرارات ونضج الكلام. وبعد أسبوعين أو عشرة أيام رجعت أن عقدت القمة ثانية. وكان الموضوع الأساسي إعادة الهيكلة. وكان تبنى السيد عمر موسى كان أمين عام. تبنى فكرة الهيكلة. وبدأ يشتغل في الجامعة العربية وعمل شوية تغييرات مع الربيع العربي أو قبيلة بانطلاق الربيع العربي فيه. قمة سرت في 2010 كان فيه قمة أساسية وقمة استثنائية. طرح موضوع عادة هيكلة الجامعة العربية. وأنه مطلوب أن الجامعة العربية تكون لها دور إيجابي وحاوي على نموذج التحاد الأوروبي. فتحطت بعض التفاصيل واختلف عليها. فتكونت لجنة خمسية من خمس دول. وكان الرئيس السابق حسن مبارك من أكثر الناس اعتراضا على هذا التطوير. وكان له رأيه واختلف مع عمر موسى أيامها. وكان الصورة واضحة أن فيه خلاف. إنما بعد رحيل القزافي وخلع مبارك وبدأ الربيع العربي يفرز نتاج عمل سياسي. مطلوب أن يكون هناك عمل سوري عربي. ليس دبلوماسي فقط. أستاذ عمد خليني برضو يقول لك حاجة. إحنا تعودنا على اجتماعات جامعة الدول العربية. تعودنا أن كل سنة فيه قمة. تعودنا على الكم الهائل من اللجان اللي بتتشكل. أحياناً بنشوف في الأفلام حتى العربي. يعني يمتدى الموضوع بياخدوه بسخرية أكتر. دور جامعة الدول العربية إيه؟ هل هو بس تقديم اجتراحات ولا تنفيذ قرارات. يعني نتيجة اللجان اللي بتتشكل دي والاجتماعات اللي بتنعقد دي. أنا هقول لك حاجة من كلام الدكتور نبيل العربي الأمين العام الحالي. قال تعبير ظريف قوي. قال إن الجامعة العربية عملت قبل الأمم المتحدة سنة 44. والأمم المتحدة عملت 45. ما زال بسق الجامعة الدول العربية في سنة 44. نفسه لم يتغير أساسياته ومكوناته وقلياته إلى اليوم. برغم إنه بسق الجامعة الأمم المتحدة تم فيه تعديلات وتطويرات وواكب العصر. فهم عرضين أو النموذج المعروض واللي بتشارك فيه خمس دول عربية لغاية دلوقتي. نموذج مشابه للاتحاد الأوروبي. أعادة عمل مفاوضيات وإنك تنقل مثلا أنت عندك أمين مساعد للإعلام. أمين مساعد للشؤون السياسية. هل بقى مفاوض للإعلام ومفاوض للشؤون السياسية. أو مفاوض للشؤون الخارجية على غرار الاتحاد الأوروبي. وقتصاديا. وقتصاديا. من الخمسينات والمسائل المحلة. القصة أن الجامعة العربية بدورها العاجز اليوم ناتج من سبب رئيسي من وجهة نظري المتوضعة. أنها جامعة حكومات ودول. وبالتالي أمين عام الجامعة العربية يعتبر سكرتير عام للرؤساء الدول والحكام والحكومات. ولا يعبر التعبير المناسب القوي عن الشارع العربي ده الأهمة هذه المرحلة وفي المستقبل كانت أنا متصور أو أنا شايف أنه داخل منظومة العمل العربي المشترك يجب أن تهب رياح التغيير العربي اللي انطلقت من تونس ومصر واليمن وخلافه إلى أن نصل إلى المملك والخليج نتمنى فالقصة محتاجة ثورة داخلية جوه منظومة العمل يقودها الفكر العربي السائر الناضج وأن تتوارى قليلاً نبرة الحكومية والنبرة الرسمية وأن يكون للشعوب موقف ورؤية ودور داخل الجمع العربي نتمنى يا فندم أستاذ محمد الشرايزي الكاتب الصحفي في أخبار اليوم نشكو شكراً جزيلاً على عدد التحليل الوافي الشافي الواضح جداً نشكر حديك يا فندم نورتنا من القومة العربية هنروح على كمة أخرى هنروح على فوق هنروح على الكواكب في خفص كواكب بتوزيق كارة سماء القاهرة الأسبوع اللي فات وكان ممكن نشوفها بالعين المجردة منهم عطارد وزهرة والمريخ هنعرف أكتر أين الحكاية ديت وممكن نشوفهم ألأة ولا الموضوع خلص ولا إيه النظام من خلال فكرة خاصة كده نخليكم معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر